أستاذ طاهر يعني عدة نقاط مهمة ذكرها دكتور نصير فيه مسألة لفتتني حقيقة بموضوع سيناريو تدخل الطائرات الأمريكية في الشرق في إقليم دونباس لسحق الجيش الروسي والله هو بايدن إذا كان هو فعلا يعني يدير بصورة خنقول بصورة فعالة لأنه يعني حقيقة هناك شكوك يعني من فعلا يدير هذه الحرب من المستشارين يعني هناك كلام كبير أنه وليام بيرنز الشخصية القوية جدا في الإدارة الأمريكية وكان سفير أمريكا لفترة طويلة في موسكو ويتكلم الروسية ويتكلم الفرنسية وأيضا رجل ضليع جدا جدا هو المهندس الكبير لهذه الحرب لكن بايدن لو أخذنا بكلامه يقول أنا لن يعني أستخدم جندي أمريكي واحد مباشرة في أوكرانيا فطبعا خروج الطائرات لسه يعني أكثر وأكثر فإذا صدقنا بايدن يعني هذا السيناريو حقيقة صعب بالنسبة لي يعني لا أكاد ممكن يحصل في ظروف استثنائية جدا لكن إذا حصل فستكون كارثة حقيقة طيب في خبر عاجل الآن عن وزيرة الدفاع الليتوانية السابقة كأنها كانت عم تسمعك عم ترود عليك تقول أوروبا عادت للدفاع عن قيمها ووجودها كما دافعت في الماضي ضد هتلر شوف لوين والله شوف أنا خلينا أقول لك شيء يعني هذه حرب فيها بروبوغاندا وفيها كلام أصلا له موجه لا للروس ولا موجه للرأي المحلي الأوروبي لأنه في فاتورة ولا بد أن يتحملها رأي العام المحلي الأوروبي لكن لو أخذنا كلام كيسينجر وبرجينسكي يعني من عشرين سنة وهم يحذرون من الإمعان في إذلال روسيا في أوكرانيا يعني المتحرش بروسيا حقيقة العالم يعني السياسيين كلهم يعرفون أن المتحرش الأساسي بروسيا هو الغرب والنيتو يعني إذا كان نيكسون في كتابه يا أستاذ طهر الطرف المعتد اليوم مين يا أخي هذا رد فعل شو رد فعل كيف رد فعل هذه اليوم أنت عندك ساحة حرب عندك بلد خايف من النيتو بيجتاح بلد بدمره أمه على أبوه وبهجر أهله سيدنا العزيز انظر إلى الدمار أوكرانيا لا يعاملها الغرب كدولة فهل تريد أن روسيا تعاملها كدولة لو كانوا يعاملونها كدولة الأوروبيون لقابلوها في النيتو أو الاتحاد الأوروبي جورج سورس هو من يأمر يعني التقارير موجودة والميزانيات موجودة للمجتمعات يعني روسيا طلعت ضحية ما يأمر ضحية هذه ساحة حرب حرب بالوكالة هذه ساحة حرب أوكرانيا ساحة حرب لأن أوكرانيا بفرزون منطقة عازلة بوتن مسكين يعني حرامي لا مسكين ولا شيء بوتن مجرم لا يحتاج إلى شهادة حزن يعني ما فيه شهادة حزن سلوك ولكن هذه حرب ليس فيها رحمة من الضحية؟ أوكرانيا الآن الشعب الأوكراني في مرحلة معينة إذا مصالح الأوروبيين ستتعارض مع هذه الحرب يعني لا المقاومة الأوكرانية ستصمد ولا أحد سيصمد يعني القضية ليست قضية يعني الشعوب تقاتل ولكن إلى أي حد